قبل ما ادخل في حقوق المؤلف كلم عن قضية بسيطة وصيرت قدام حكمة النقد وحكمت فيها في تاريخ 7 يناير 87 قصة باختصار انه هي اتنين مؤلفين تعاقدوا مع شخص عشان يكتبوا مصرحية المصرحية ديت كان في الاول اسمها حدوتة الارنب سافروت اللي هي بعد كتا بقت شاهد ما شافش حاجة وبعدين الشخص دوت لما يجيه يعمل الاعلانات الدعائية بتاعت المصرحية اغفل وما كتبش اسماء الاتنين المؤلفين طبعا الكلام دوت مش صح خالص رقحوا الاتنين مؤلفين دولت رفعوا قضية قدام محكمة جنوب الكاهرة وطلبوا تعويض بالستين ألف جنيه محكمة جنوب الكاهرة في أول ما حاكمت حاكمت لهم بعشر تلاف جنيه تعويض القضية استقنفت محكمة الاستقناف قالغت الحكم ورفضت الدعوة القضية طعن عليها محكمة النقد قالت لا محكمة الاستقناف اتصرفت غلط وقع تانية تعاقد التلفزيون المصري في سنة من السنين مع شخصا ما انه اكتب له 30 حلقة بخصوص فوزير رمضان وبعد ما انتهى العمل راح يطالبهم بأجره وبددوا عليه رفع قضية والقضية وصلت لحد محكمة النقد محكمة النقد قالت ايه؟ قبل ما تكلم في حقوق المؤلف بالتفصيل ايه ياخد مادة مهمة جدا في القانون وللمرة الثانية انا بكررها مادة 141 هتكلم عليها وليه عليها تلات تعليقات المادة قالت لا تشمل الحماية مجرد الافكار والاجراءات والسليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات ولو كان معبرا عنها او موضحة او موضحة او مدرغة في مصنف دي الجزئ الاولى المادة خلي بالك الفكرة ملاش حماية اسلوب العمل ملوش حماية طريقة التشغيل المفاهيم البيانات كل ده ملوش حماية هتقول لي انا حطه في مصنف مش معت انك انت احطه في المصنف يبقى المصنف دوت محمي فبالتالي الحاجات ديت محمية بالتبعية لا الحاجات دي كلها لازم تتبلور في شكل المصنف بيحميه قانون ملكية الفكري بمعنى الفكرة لازم تاخد شكل سيناريو او شعر او اغنية او برنامج حاسب آلي او قاعدة بيانات او اسلوب العمل كمان ممكن ياخدش اي شكل من الشكل ديت عشان كمان اعمل ايه اروح اخد الكلام دوت اسجله فبالتالي لما اسجله اعرف اخد عليه حقوم مؤلف من احد القضايا اللي طرحت قدام حكمة النقط انه في شركة كان اخدت الكتاب بتاع العداد السبع للناس الاكثر فعالية واخدت ترخيص من المؤلف وسجلته عالميا ومحليا وحطت الكتاب دوت في اسلوب عمل على شاس انه يعتبر من الاساليب اللي بتنفع الناس في تنميض المهارات البشرية وسجلته خلي بالك هنا في اسلوب عمل اسلوب العمل دوت راحوا هما ادوا لأحد الشركات دورات تدريبية بناء على اسلوب العمل المنبسك من الكتاب فهم هنا عملوا ايه هما سجلوا اسلوب العمل دوت وسجلوه في مصنف والمصنف اخد ارقام اداع دولية ومحلية وبالتالي لما الشركة اللي هما ضربوا الموظفين بتاعها رفضت تديلها حقوقها هما عملوا ايه رفعوا عليها قضية فخلي بالك في الجزء الاولى المادة الجزء الثاني بتقول انه كذلك لا تشمل ميالي اولا الوسائق الرسمية ايا ان كان لغتها الاصلية او اللغة المنقولة اليها مثل نصوص القوانين والقرارات واللواقح والاتفقايات الدولية والاحكام القضائية واحكام المحاكمين والقرارات الصادرة منها اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائي طبعا اكيد ان الحاجات دي اصل لما بتصدر تلاقي الحكم كده ما توفق ايه باسم الشعب فالحاجات ديت من الملك العام للشعب البند التاني من المادة وقالت انه اخبار الحوادث والوقائع الجارية التي تكون مجرد اخبار صحفية ومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحماية اذا تميز جميعها بالابتكار في الترتيب والعرض او باي مجهود جدير بالحماية خلي حتة الابتكار ديت تكلم عليها فيما بعد مع القضية بتاعت فوزي الرمضان تعالوا نرجع طيب احنا شوفنا الحاجات المحمية طيب الحاجات المحمية ايه مادة 140 من القانون وقالة الاتية تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الادبية والفنية وبواجه خاص المصنفات الادئية وحطت 13 مصنف المصنفات ديت اي حاجة منهم لو انت عاملها لازم تتسجل علشان يكون لك عليها حماية الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة برامج الحاسب الالي كواعد البيانات سواء كانت روءة من الحاسب الالي او غيره المحاضرات والخطب والمواعز واية مصنفات شفاوية اخرى اذا كانت مسجلة المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت البنتومين المصنفات الموسيقية المكترنة بالالفاظ او غير المكترنة المصنفات السمعية والبصرية مصنفات العمارة مصنفات الرسم بالخطوط او بالالوان وبالنحت والطباع على الحجر وعلى الاقمشة وأيت مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة 10- المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها 11- مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي 12- الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية والمصنفات السلسية الأبعاد المتعلقة بالجغرافية أو التصميمات المعمارية 13- المصنفات المشتقة وذلك دون الإخلال بالحماية المكررة للمصنفات التي أشتقت منها وتشمل حماية عنوان المصنف إذا كان مبتقرا 14- هي ديت المصنفات اللي نص عليها القانون إن هي محمية 15- فإذا أنت كان لك أي حاجة من المصنفات ديت 16- اعرف إن الحاجة بتاعتك لازم تروح تسجيلها 16- على أساس إن كلك عليها حماية 16- علشان لما تيجي بعد كاتت باع تعرف تاخد حقك 16- علشان محدش يعرف يعتدي عليها ومحدش يعرف ياخدها ومحدش ينسبها لنفسه 16- هقولك على سبيل المثال 16- ممكن أاخد كتاب بتاع واحد وحط عليه اسمي واشيل اسم الكاتب الأصلي 17- بتحصل 17- وحصلت 17- بس هل الكلام بصح؟ في مجموعة مصطلحات وردت في المادة ديت وفي 18 جزء دولت 18- احنا مش فاهمينهم 18- خليك معايا باختصار شديد هاخد شرح مبسط لبعض المصطلحات اللي اتقالت 18- مادة 138 من القانون وقالت القاتين 18- في تطبيق أحكام هذا القانون 18- يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها 18- يعني إيه؟ 18- يعني هقول مجموعة مصطلحات عددهم 16- هاخد المهم منهم 18- هقول لك المصطلح ومعناه 18- ده هيفرق معايا في ايه؟ 18- في شرح المادة اللي فاتت اللي هي المادة 140 18- المصنف 18- كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو عملي 18- أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه 18- تو هنا خلي بالك لازم يكون ابتكر 18- ابتكر يعني في فكرة جديدة 19- القضية بتاعت فوزير رمضان لما تعرضت على محكمة النقد التلفزيون المصري قال 20- يعني إيه فوزير رمضان يعني؟ 20- مفيش فيها اي نوع من أنواع الابتكار 20- لا محكمة النقد التلفزيون المصري قال فيها كل نوع من أنواع الابتكار 21- لأن الحقيقة دي جديدة مجادش قبل كده 21- محدش عملها قبل كده 21- فهنا دوت الابتكار 22- بيقال إنه الفنانة نانسي عجرم 22- وده حصل مش معها يا بس حصل مع فنانين وفنانات كتير 22- الأغنية بتاعت من ده اللي نسيك فيه مغني أجنبي 23- أخد اللحن بتاعها وراح هو مركب عليها كلمات أغنية ليه هو 24- طبعا هي عارفت توصل لمين المغني دوت رافعت قضية عليه في بلده ووقفت الأغنية 25- طبعا يقال إن الكلام ده حصل قبلها مع واحدة من الفنيات مش هالفيروس أو وردة حد فيهم 26- ويقول منك حاجات دي تشائعة كتير 26- فطريقة التلحين بتاعت الأغنية كان فيها شيء من الابتكار 27- خرجت الرجل أجنبي عجبه الابتكار دوت رح اخده 28- دوت مش صحة 29- الفكرة الثانية من المادة وقالت 29- الابتكار 30- الطابع الإبداعي 30- اللي يصبغ الأصالة على المصنف 30- لو ما فيش إبداع يبقى خلاص 31- في إبداع يبقى فيه فوزير رمضان يبقى فيه حقوق مؤلف 31- الفكرة الثالثة 32- المؤلف الشخص الذي يبتكر المصنف ويعد مؤلفا للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب إليه عند نشره 33- باعتبار مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك 34- يعتبر مؤلفا للمصنف من ينشره بغير اسمه أو باسمه استعار بشرط 34- قال يقوم شك في معرفة حقيقة شخصه 35- فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري ممثلا للمؤلف فيه مباشرة حقوق 36- إذا أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف 37- أحد الأسات ذا بيتكلم أنه كتب كتاب أخده واحد رحشايل اسم الاساس المصري ورح حاطت اسمه عليه 38- المصنف الجماعي 39- المصنف الذي يضع أكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعي أو اعتباري 40- يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارته 39- ويندمج عمل المؤلفين فيه الهدف العام 40- اللازي قصد إلي هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدا 40- زي مصرحة شهاد ما شافش حاجة 41- هما إيه اللي حصل فيها 42- اتنين مؤلفين 42- تقدر تفصل عمل واحد عن تاني 42- لا 43- فأحد الأضايا اللي وصلت قدام حكامة النقد وقالت فيها إنه 43- في شخص كتب كتاب 43- الده ليه المضاكك اللغوي 44- اللي هو أنا بكتب رسالة الدكتوراه بتاعتي 44- ومازدت بكتب بكتب فيها 45- وبعد ما تنتهي أوديها مثلا عند مدرس لغة عربية 45- عشان يرجعها من اللغة العربية 46- المدرس دات لما يحط لي أخطاء 46- يمسك قلم أحمر ويعلم لي تحت الأخطاء 47- ديت هل المضاكك اللغوي أو الأستاذ بتاع اللغة العربية دوت 47- يعتبر شريك معايا 48- لا 48- ليه شغله معروف 49- وهي اللي عمله 49- مجرد شوية تصليح 49- لكن هو ما اشتركش معايا 49- في العمل الإبداعي بتاعي 49- اللي هو رسالة الدكتوراه بتاعتي 50- مين مشترك فيها 50- أنا وأستاذي 50- اللي هو أستاذ المشرف على رسالة الدكتوراه بتاعتي 51- ولو جزيل الخير وكل شكر وكل تقدير 51- وربنا يبنيك له في صحته 51- لكن الأستاذ اللغة العربية اللي هيصحح الحاجة ديت 52- دوت ما يعتبرش شريك معايا 52- فخلي بالك 53- إذا أنت كتابت مسرحية وهتديها لمضاكك لغوي 54- خلي بالك لازم ديت تكون متسجلة 54- على أساس أن المضاكك اللغوي لما يرجعها 55- ما يعملش ايه 55- ما ينسبهاش لنفسه 55- أو يأخدها ويشرقها 55- أو يقولك لأ ده نشريك معاك فيها 55- خلي بالك من الحتة ديت 55- المصنف المشترك 56- المصنف الذي لا يندرك ضمن المصنفات الجامعية 56- ويشترك في وضعه أكثر من شخص 57- سواء أمكن فاصل نصيب كل منهم فيه 57- أو لم يمكن ذلك 56- المصنف المشتق 57- مصنف الذي يستمد أصله من مصنف سابق 58- سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية 59- وتجمعات المصنفات 59- بما في ذلك 60- قواعد البيانات المقروقة 60- سواء من الحاسب الآلي أو غيره 61- ومجموعات التعبير الفولكلوري 61- مدامة مبتكرة من حيث ترتيب أو اختيار محتوياتها 61- يعني إيه الجزئية ديت 62- لو فيه مسلسل عربي مثلا 62- متاخد أصلا من الأجنبي 62- ممكن يكون مترجم عنه 63- ومضاف لي 63- تيه فكرة مختلفة عنه 64- ده اسمه مصنف مشتق 64- فولكلور الوطني 64- كل تعبير يتمثل فيه 65- عناصر متميزة تعكس التلاص الشعبي التقليدي 65- الذي نشأ أو استمر فيه جمهورية مصر العربية 66- وبواجه التعبيرات القتية 67- تعبيرات شفوية 67- تعبيرات موسيقية 68- تعبيرات حركية 69- تعبيرات موسيقية 69- الملك العام 69- الملك الذي تقول إليه المصنفات المستبعدة من الحماية 69- بداية أو تنقضي مدة حماية الحقوق المالية عليها طبقا لأحكام هذا الكتاب 69- يعني إيه قصة الملك العام 70- أي حاجة بتخلص مدة الحماية بتاعتها بتخش في الملك العام 70- يعني إيه 70- يعني تبقى لكل الشعب أي حد من حقه إنه يعيد نسخها مثلا لو كانت كتاب 71- أو يعيد تصنيعها إذا كانت براقة اختراع 71- ولا يكن مثلا 71- وأنا صغير كان فيه دواء اسمه الريفو 72- بس الشركة اللي اخترعت الريفو أخدت عليها مدة حماية 72- وبعد كده سقطت براقة الاختراع فبالتالي أصبح إنه من حق أي حد إنه يصنعها 73- النسخ استحداث صورة أو أكثر مطابقة لأصل من مصنف أو تسجيل صوتي بأي طريقة في أي شكل بما في ذلك التخزين الإلكتروني الدائم أو الوقتي للمصنف أو التسجيل الصوتي 74- النشر أي عمل من شأنه إتاحة المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإزاعي أو فناني الإداء للجمهور بأي طريقة من الطرق 75- خلي بالك 75- النشر دوت هنا بيفطرد في العلنية 76- لو ما كانش فيها علنية أنا لو ألفت أغنية حطتها في البيت في كراسة في البيت ديت ما اسمهاش حقوق مؤلف 77- لازم عنصر الإتاحة ده اللي قالته الفكرة العشرة من المدة 77- منتج المصنف السمعي أو السمعي البصري هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري لاز يبادر إلى إنجاز المصنف السمعي أو السمعي البصري ويتضلع بمسؤولية هذا الإنجاز 78- طبعاً مصنف سمعي البصري صري زي الأفلام 78- فنان الأداء لأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلكون أو ينشدون أو يعزفون أو يرقصون في مصنفات أدبية أو فنية محمية 79- طبقاً لأحكام هذا القانون أو التي قالت إلى الملك العام أو يؤدون فيها بصورة أو بأخرى بما في ذلك التعبيرات الفولكلورية 80- طبعاً كحك العيد حصل لأنه في تعدي على حقوق فنان الأداء 80- طبعاً حقوق فنان الأداء ديت هكلم عليها في الحلقة اللي جاية 80- منتج التسجيلات الصوتية الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يسجل لأول مرة مصنفاً تسجيلاً صوتياً أو أداء لأحد فنان الأداء 80- وذلك دون تثبيت الأصوات على الصورة في إطار إعداد مصنف سمعي بصري طبعاً زي روتانا 80- طبعاً سمعنا الأيام اللي فاتت عن في حاجة اسمها وتشئيت 80- وتشئيت ديت لأنه الفيلم بينزل في أي حد ممكن ياخده يحطه على اليوتيوب أو يحطه في أي استوانات ويبيعه 80- طبعاً دوت مش من حق ورحت عملت الشركة اسمها وتشئيت وقتاحت الحاجات ديت باشتراكات 80- في أحد الأفلام ليالي التلفزيون طلع إيمان البحر درويش وقال أنا مش هغني كل حاجة أنا هغني أجزاء عشان فيه ناس ممكن تكون حضرة معنا في الحفلة 80- تسجل وتروح تبيع كلام ده أيام الشرايط طبعاً هوا ساعتها كان بيحافظ على حق 14- الإزاعة 15- البس السمعي أو السمعي البصري للمصنف أو للأداة أو التسجيل الصوتي أو تسجيل المصنف أو الإدلاق وذلك إلى الجمهور بطريقة لاسلكية 16- البس عبر التوابع الصناعية طبعاً فقط من وقت تمشي في الشارع تلاقي كابل أسود متعلق فيه ماشي في الشارع من عمارة لعمارة 16- تسأل ده أي يقولك دوت توصيلات بتاعة الوصلة 17- في واحد عمل ووصلات ديش ده مش من حق ده هنا في اعتداء صارخ على حق المؤلف 17- الأداء العلني أي يعمل من شأنه إتاحة المصنف بأي صورة من صور للجمهور مثل التمثيل أو الإقاء أو العزف أو البس بحيث يتصل الجمهور بالمصنف عن طريق الأداء أو التسجيل الصوتي أو المرئي أو المسموع 18- اتصالاً مباشر 18- دهت أهم المصطلحات اللي موجودة في المادة 138 18- اتصالاً مباشر